وعادة كيف لو ربي أحبك وودأ معك وفي بوعده النبو الأسوأ أن منشد هذه الكلمات لن يعود بعد أن اختطفته أياد الموت في قلب الحالمة المدينة التي أحبها وكانت مهدا انطلاقته الأولى إلى الحياة وإلى الإنشاد هارون التميمي شاب فارع في مقتبل العمر وربيع الحلم اغتلت رصاص مسلح بينما كان يشرف على أحد مراكز الاختبارات في تعز في التفاصيل أن هارون العائد من بلد الابتعاث السودان ذهب متضوعا لمراقبة سير الامتحانات في أحد مراكز الاختبارات لكن مسلحا بلا قلب اقتحم قاعة الاختبار بغرض توزيع الغش فمنعه هارون ما دفع بالمسلح إلى إطلاق النار عليه وأرداه قتيلا وهنا اكتملت بشهادة رؤية الفتى الحالم وانكسرت موجة في دم القتلة الغارقين في الجريمة ودخلت تعز طورا جديدا من الفضاعة والجنوح إلى ما لا تعرفه من قبل حتى أجهزة الأمن لم تستطع تفسير كيف تنفلت تعز من أصابعها وهي التي تعمل دون كلل في محاولة تطبيع الأمن والتثبيته بعد أن تسربت الجماعات المنفلتة في مفاصلها رحل هارون إذن هو في سجله القصير الكثير من مواويل الحياة البسيطة التي غناها بلا عزف أو تجهيزات فنية ترك رحيل هارون أثرا كبيرا في قلوب محبيه تجلى ذلك في ردد الأفعال التي تلت الحادثة حيث عجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ استشهاده والتنديد بالجريمة جريمة أعادت إلى الأثاني واقع الوضع الأمني في مدينة تعز التي لا يكاد يمر يوم إلا ويشهد جريمة جديدة لتدفن معها زهرة من حديقة الحالمة ترجمة نانسي قنقر